وينضم إلينا من جنين شمال الضفة الغربية مراسل الغد خالد بودير خالد ضعنا بآخر المستجدات في ما يخص عمليات البحث المتواصلة عن الفارين نعم نحن الآن نتواجد في قرية الطرم إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين قرب بلدة يعبد هناك في الجبال قصصوا الأثر برفقة جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات يجرون عملية تمشيط في إطار ملاحقة اثنين من المتباقين من الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوا على الاثنين الماضي أربعة أسرى خلال 24 ساعة تم اعتقالهم هم زكريا زبيدي ومحمد العرضة ومحمود العرضة ويعقوب قادري والآن تجري سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط الآن في المنطقة الجبالية تقديرات الإسرائيلية كانت قد تحدثت لربما واحد على الأقل من الأسرى الاثنين المتباقين لربما دخل إلى مناطق الضفة الغربية ذلك لربما يدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية هذه العمليات التمشيطية مستمرة منذ قرابة نحو ساعة ونصف وصباح هذا اليوم ولربما مع ساعات الظاهيرة كانت هناك عمليات اقتحام في منطقة زبوبة إلى الغرب من مدينة جنين ومداهمة لعدد من المنازل ومصادرت هناك تسجيلات الكاميرات لربما المشهد الأمني سيزداد تعقيدا تحديدا في مناطق الضفة الغربية لربما هذا هو اليوم الأول الذي نلمس به فعليا بعمليات اقتحام ونقاط وبحث عملاتية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هنا في مناطق الضفة الغربية وتحديدا في مناطق جنوب غرب مدينة جنين من الضفة الغربية وتحديدا من جنين كنت معنا مراسل الغد خالد بودير شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر